اهلا بكم هي ان احنا دايبا منكون حارسين على موفاة كل مصري فيبحث عن حجز وحدة سكنية ضمن مشروعات وزارة الاسكان بالتفاصيل شروط تقديم وتفاصيل الحجز وهذا ما سنستعرضه مع حضراتكم خلال هذه التخطية اكدت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان اليوم السلساء هو اخر موعد لسداد مبلغ جدية الحجز للوحدات الشاغرة ضمن الطرحة الدائم في مشروعات جنة والاسكان المتميز وسكن مصر واوضحت وزارة الاسكان ان المدن الجديدة المتاح بها الطرحة الدائم هي مدينة رشيدة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة ومدينة ناصر غرب سيوت ومدينة غرب قناء ايضا مدينة ملوي الجديدة اما عن عدد الوحدات السكنية المتاحة فاوضحت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان عدد الوحدات السكنية المتاحة للطرحة الدائم هي مشروع جنة في مدينة ملوي الجديدة بواقع 148 شقة ايضا مشروع جنة وسكن في مدينة المنصورة الجديدة بواقع 288 شقة مشروع سكن مصر بواقع 144 شقة في مدينة غرب قنة ومشروع أيضا سكن مصر بواقع 192 شقة في مدينة ناصر غرب أسيوز أيضا الإسكان المتميز بعدد 144 شقة في مدينة رشيد الجديدة خلينا أقول حضراتكم أن أشارة وزارة الإسكان إلى أن أسعار مقدم الحجز تبدأ من 25 ألف جنيه بالنسبة لشقة الإسكان المتميز و50 ألف لشقة سكن مصر و100 ألف جنيه لشقة جنة ده بالنسبة لسكن مصر وجنة مصر وسكن لكل المصريين أما لو انتقلنا لمحافظة جنوب سيناء فهنلاقي أن هناك أخبار صر أيضا بشأن البناء والتعبير فقد أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء اجتماعا لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة في عدة مجالات وهي الإسكان وميات الشرب والصرف الصحير وأيضا المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة وأشار الجزار إلى أن عدد المشروعات التي يعمل بها الجهاز المركزي للتعمير يتابع للوزارة في محافظة سيناء خلال العام المالي الحالي 20-23-20-24 بيبلغ 41 مشروعا بإجمال استثمارات نحو 11 مليار جنيه وفي مقدمة هذه المشروعات تطوير موقع تجالي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين إضافة إلى مشروعات الإسكان البدوي والتجمعات التنموية الجديدة ومشروعات الطرق والمرافق والبنية الأساسية والتنمية المتكملة وأضاف وزير الإسكان أن الهيئة قومية لميات الشرب والصرف الصحي التابعة من الوزارة بتنفذ مشروعات المياه والصرف لأهالي جنوب سيناء حيث يجرى تنفيذ 8 مشروعات لميات الشرب بخلاف 25 مشروع تم تنفيذه لخدمات عشرات الألاف من المواطنين كما بيتم تنفيذ أيضا مشروع للصرف الصحي إضافة لعشر مشروعات تم تنفيذها كده نكون استعرضنا مع حضرتكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن أكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء